بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجل بفيديو جديد أربع عقوبات لعقوق الوالدين يعني عقوق الوالدين؟ يعني حاجة من الاتنين لإما مخالفة أمرهما في أمر المباح قالوا لك على شيء حلال مش حرام وبتعصيهم أو الإساءة إليهما بقول أو فعل تأذيهم بالقول أو بالفعل طب إيه عقوبة الكلام ده؟ أول حاجة بإجمال علماء عقوق الوالدين من أكبر الكبائر الدليل حديث البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور وشهادة الزور تلاقي بعض الملتزمين بيصلوا بيصوموا وممكن بيسيوا إلى الوالدين تلاقي بيرفع صوتوا عليهم وتلاقي بيحد النظر إليهم وتلاقي بيقول لهم كلام جارح متعمد يجرح يجرحهم أو يضيئهم بالكلام طبعا ده أمر في متأل خطورة من أكبر الكبائر الأمر الثاني عقوق الوالدين من أسباب تعجيل العقوبة في الدنيا جبتها منين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الأدب المفرد ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه مع ما يدخره له من عذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم تقول لي أنت دخلتنا لي في قطعة الرحم أقول لك لا لأن عقوق الوالدين من قطعة الرحم وعلشان كده الإمام البخاري جعل هذا الحديث في باب عقوبة عقوق الوالدين ده من فقه الإمام البخاري فاللي بيعق الوالدين يعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من عذاب في الآخرة شفت الأمر الخطير قد إيه؟ قلت ليه واحد يقول لي إيه؟ أنا متخاني مع أبوها إيه يا ابن السؤال ده؟ منفعش يعني إيه متخاني مع أبوها وأبوك؟ أبوك ده واحد صاحبك أو واحدة تقول لأمها أنت اللي بدأت الله يا إخوانا الوالدين دولهم حق عظيم في الإسلام منفعش الكلام ده؟ ومن عقوبات عقوق الوالدين لا يدخل الجنة كما عند أحمد بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن للخمر ولا مكذب بالقدر أربعة من أسباب صخة الله عليه والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة رضى الرب في رضى الوالدين وصخة الرب في صخة الوالدين دي قعدة أنت بقى بتقول لأنا مش عارف بعمل وبعمل أبوك راضي عنك أمك راضي عنك رضى الرب في رضى الوالدين وصخة الرب في صخة الوالدين مدام أنت أصخطتهما فالله تبارك وتعالى ساخت عليك فالأمر دا يخلينا ننتبه جداً ونتعامل بحضر جداً مع الوالدين ونعرف حقهم العظيم علينا ولازم لازم لازم لبرهم لأن العقوق من أخطر الكبائر ومن أكبر الكبائر دعم الفيديو بشير وعليك وكوميت وشراك في القناة وشوفكم المرة الجاية السلام عليكم